موسيقى أهلا وسهلا بكم وعدنا من جديد وبرنامجكم هوليوود بالعربي الصراحة أنا كل شي اشتاقيت لكم هذا البرنامج اللي نعرض به كل ما يخص الأفلام وصناعتها من هوليوود إلى العراق ابتداء من النجاحات الصغيرة في بلدنا الجميل وصولا إلى الشاشة الكبرى واليوم جهزنا لكم هواية شغلات لقاء نجوم Mission Impossible Dead Rockening Part 1 إثارة وأكشن في فيلم من قيادة توم كروز الأنميشن على الطريقة العراقية كيف تكون علاقة وثيقة بين النحل وهوليوود ولقاء مع منقذ النحل بيكاسو وحكاياته في Universal Studios البداية مع سابع سلسلة الأفلام الآيقونية Mission Impossible Dead Rockening Part 1 للمخرج كريستوفر مكوري هالسنة إيثن هونت مهمته جدا صعبة وخطرة لازم ينقذ العالم أنه لازم يحصل على هذا السلاح اللي راح يأذي البشرية في هذه الحلقة راح نلتقي مع أهم نجوم هذا الفيلم من القدامى والجديدين أحسنتنا وفقد إحضارنا سيحدثنا يكون الإصماء من القرأنا ونستطيع نفس الحياة أثن هذا المission ستعودك في عالم الجاسوسية والأكشن المشحون بالإثارة هناك سلسلة واحدة تستمر في تسريع سباق نبضاتنا وهي Mission Impossible في الجزء الأول من Dead Reckoning أدى توم كروز أخطر مشاهده على الإطلاق ولم يتردد في تكرارها أمام الكاميرا سبعة مرات لاختيار اللقطة الأفضل سافر توم كروز في الفيلم مع فريقه في رحلة حول العالم وصل فيها إلى مطار أبوظبي حرص المخرج كريستوفر مكوري أن يكون كل شيء حقيقيا من مواقع وأداءات وتحاشى قدر الإمكان اللجوء إلى التكنولوجيا لخلقها ولأنه كان يجب تقسيم قصة الفيلم إلى أجزاء للمزيد من التعمق فيها ننتظر بحماس الجزء الثاني العام القادم والان مقصد و أحضر، و I'm in a Tom Cruise movie وبدأه أحضر غير ميزولة و يفعل بأنه قديم فقط بأنه قديمت إلى إقانه وأحضره فهليا و أحضره وراءة جيدة وعلم أنتم لوحها كيفية الأعلى إنسان لديه في بعض الأفعال الدوري ستنصل عن serving شعارين estás جاءed seven months of training dealing with amazing very rare and unusual opportunity to be working with the kind of stunt team and comp masters and chore upgrad fres that Tom finds and discovers that's really the best in the world in what they do and so I was introduce to all these different disciplines بين غير مارسيساة لعملنا إلى محلúpoca بشكل متخف Marion بأستخدام عقادة الباب نهايفاً مختلفات حباً لقدresتي تحت كنت تعالy ما estás What don't you gotại for? فهمت أمتلين أن تتعاملات لك سنة عارفية شكراً لك بعضارة إذاً تعاملت رحمة خبري وعائدت يستثمر الحاول المترجم المبالي معه وهو سنة الرسل المترجم وهو أمتلود في مصرحة المترجم معهم مع تصممم المعات ولو السامة والمترجم فقط مجردني بالتعابي لتعلمني بالتعابي وضع معي منها منطقة مجرد بلاد بإذادت انتظر ايش وضع بعض تبعيش وضع بعض الحل وضع معي، بالتعابي معي جميعا معي جميعا فعلتقصت وضع بعض تحبت بشكل سياريه تحبت بشكل سياريه بعدها ربكا فرغسون اعطيك في نفسك في المشاهد ماهي تحديدك في الناس في هذه المشاهدة في هذه المشاهدة هم هناك سيارة؟ أعتقد أنه كل مرة هناك سيارة في المشاهد أو من من وضعنا كنت نحن 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 هو ماذا نجعل هذه المشكلة نعرف. جل breed جلبي وماذا نعرف هذه المشكلة. فقط المشكلة لي بس دولة والعقر نفع لتحرك في النساء. ويسأل هذا الخير إلى القرى لأن خصوة القرى إنه نقيمة كلمة شخصية يسرق. وهذا يجعلني أشعره انا قدرئ. سيئن رجل مهتموى قدرية هذا الشخصي. إنه سمي بجميع رجبه إلى هذا الجامع لأنه سمي بجميع رجلين لابنى مرة أخرى ومن ثم من هم الشعب وما نتعرفه ومعه رجلًا سمينا نتعرفه ونحن نتعرفه مرحوش نتحدث جميعاً بحشهة ونحن نتعرفه ونحن أفتباني ونحن نتعرفه وانه سميه ولكنه لاحقًا للتعرفه من جميع المشبه وقد جاءت في الوقت So we were in Norway and Italy And that time we were all spent in a hotel together And because of the Covid protocols We all had to eat in a dining room So we spent so much time together Thank you so much, thank you guys Definitely Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 It's something I'm looking forward to watch And also I'll be looking forward to Part 2 next year Thank you الأفلام والمشاهير ما ينعدون وأخبارهم أيضاً ما تنتهي مرات الناس يقومون من الحبة كبة ومرات الخبر ينتشر أسرع من النار وله السبب نحن دائماً نجهز لكم أحلى وأجمل وأبرز الأخبار العرض الأول العالمي لفيلم الأنميشن المنتظر من استوديوهات أوردمان Chicken Run – Down of the Nugget تقرر إطلاقه في مهرجان لندن السينمائي الفيلم الذي يترقبه محب الأنميشن حول العالم تابع لفيلم Chicken Run من العام 2000 والذي أحدث ضجة كبيرة وما زال إلى اليوم من أكثر أفلام الأنميشن طويلة نجاحاً حتى بعد مرور ربع قرن على إطلاقه الفيلم تم الإعلان عنه في 2018 ضمته نتفليكس إلى أفلامها لاحقاً وهو من إخراج المرشح للأوسكار والبافتا سام فيل صاحب أفلام بارا نورمن وفلوشتاوي سيتم الإطلاق في 14 أكتوبر في صالة رويال فاستيبول في لندن أطلقت نتفليكس الإعلان الأول لفيلم الأنميشن الموسيقي المرتقب ليو لنكتشف فيه اتحاد الممثل والكوميدي آدم ساندلر مجدداً مع بنتيه سادي وصاني لفيلم عن سحلية مدرسية أليفة كبرت في السن تكتشف أنها ستموت بعد عام واحد تريد حياة جديدة لكنها للأسف عالقة بين طلاب الصف الخامس الفيلم من إنتاج شركة هابي مادسون وساندلر يؤدي دور سحلية في الرابعة والسبعين من عمرها لم يتبقى لها الكثير من العمر وتصمم أن تعيش عامها الأخير بشكل مختلف مع صديقتها السلحة استديوهات هوليوود ومنصات الباف أطلقتا شروط عرض جديد تمت مراجعته للكتاب المضربين اتحاد الكتاب من ناحية أخرى حث أعضاءه على مواصلة الاعتصام باعتبار أن العرض الجديد لم يجب على جميع الإشكالات المطروحة وكان أعضاء اتحاد الكتاب في أمريكا المعروف اقتصارا بالـ WGA قد أضربوا عن العمل في الثاني من مايو بعد مفاوضة بينهم وبين الاستوديوهات باءت بالفشل وانضموا إليهم أعضاء اتحاد ممثلي الشاشة ما تسبب في إيقاف الإنتاجات على مد هوليوود وتكليف اقتصاد كاليفورنيا مليارات الدولارات تعتبر زندايا أن الرومانس العظيم بحاجة إلى المسؤولية لحمايته فنجمة فيلم The Spider-Man التي أحاطت تفاصيل علاقتها مع تام هولند بالخصوصية الشديدة عبر السنين أكدت مؤخرا على استمرارها في حماية حياتها الشخصية وعلقت زندايا أوافق أن يكون جزء من حياتي مكشوفا للعموم لا يمكنني ألا أكون بشرا أعيش حياتي وأحب من أحب وأيضا أتحكم بما أختار مشاركته مع الناس الرومانس بين زندايا ذات الـ 26 ربيعا وتومدو 27 ربيعا ظهر عام 2021 ويتشابه تعليقها مع تعليق هولند في السابق حين قال أنهما يريدان الحفاظ على قدسية علاقتهما قدر الإمكان تم إطلاق الإعلان الترويجي لمسلسل برايم فيديو الجديد Wilderness الأربعاء الماضي وفيه أغنية لتيلر سويفت بعنوان Look What You Made Me Do الأغنية من الـ 2015 أعيد تسجيلها لتكون أغنية تأشارة البداية للمسلسل الأغنية تبدو خيارا مثاليا لمسلسل إثارة نفسي وفكرتها تتناسب تماما مع أجواء ألبوم تيلر Reputation تصوير الأفلام بالعادة ما بي أي خطورة ليش؟ أول شي لأنه أهل اختصاص دائما يكونون موجودين للحفاظ على سلامة الطاقم والممثلين وأيضاً الـ CG أو الكمبيوتر عوض عن هواية من المشاهد الخطرة إلا إذا كان توم كروز وحاب يسوي بلبلة إعلامية ولكن الأفلام اللي رح نحكي عنها تعدت مرحلة الخطر هناك أفلام تجاوزت الحدود وأثارت تساؤلات حول موضوع الأمان وحفرت نفسها في التاريخ كأخطر ما صور من الأفلام وفي النهاية نجحت في أن تخلق تجربة إثارة وحماس جنوني لدى المشاهد في فيلم Expandables 3 من العام 2014 تلقى فيه بطله سيلفستر ستالون إصابة فضيعة في ظهره اضطر على أثرها إلى وضع صفيحة معدنية أسفل ظهره كما تأذت ركبة أنتونيو بانديراس ووجد جيسون ستيذم نفسه عالقاً في شاحنة تحت الماء كاد أن يفارق الحياة ثالث عمل للمخرج بلينت إيستوود بآيجر سانكشن كان من بطولة قاتل مأجور متقاعد كان عليه أن يصعد جبلاً بعلو أربع كيلومترات ويتدلى في الهواء من ارتفاع شاهر الجبل كان محفوفاً بالمخاطر مما أدى إلى وفاة منسق المشاهد الخطرة وإصابات عديدة بسبب تهاوي الأحجار على فريق التصوير خلال تسلقهم ورغم ذلك استمر تصوير الفيلم حتى النهاية آخر يوم لتصوير فيلم The Twilight Zone The Movie من العام 1983 شهد وفاة الممثل فيك مورو وممثلين طفلين معه حيث سقطت عليهم طائرة هليكوبتر فقطعت رأس اثنين منهم وسحقت الثالث في فيلم كروي لبراد بيت قفز مؤدي مشاهد خطرة في مشاجرة وسط مشهد مزدحم فتأذت رجله بشكل أدى لاحقاً إلى وفاته هذا عدا عن إعصار دم رساحات التصوير أما فيلم Hells Angels فقد جمعت لأجله أكبر قوة جوية خاصة مع طيارين محترفين وخلال تصوير لمشاهد جوية مذهلة دامت عاماً ونصف قتل ثلاثة أشخاص ثم قرر المخرج هاورد هيوز أن يقود طائرة بنفسه فتحطمت وتعرض لكسور وجروع ولم يثنيه ذلك كله عن إكمال التصوير فيلم تايتانيك تسبب في إصابات عديدة للممثلين خلال سقوطهم من السفينة في مشهد غرقها كيت وينسلت نفسها كادت تسحبها المياه إلى الغرق حين علق فستانها بأحدى البوابات وأصيبت أيضاً بالتهاب رئوي رور لقب بأخطر فيلم صنع قط ذهب لأجله فريق إلى غابات أفريقيا للتصوير بين الأسود والنمو فكانت النتيجة كما هو متوقع من الفريق من خسر فروة رأسه وكاد يخسر عينه أما الجروح والإصابات فوصلت إلى مئة كتب على إعلان الفيلم لاحقاً أن حيوان واحداً لم يتأذى خلال إنتاج كل التحديات لم تقف حائقاً أمام صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم بإتقان وخلق أفضل تجربة ممكنة للمشاهد وكأنها رسالة مقدسة تتفانى لأجلها النفوس والأرواح كيف تتم صناعة أفلام الأنميشن في العراق وكيف تتم هذه العملية بالإمكانيات الموجودة مع فنانين الموهوبين وهل مستوى الأنميشن في العراق مثل هوليوود؟ أنس المساوي مواليد 1986 أنتولد بغداد صانع رسوم متحركة بالأساس مخرج وكاتب متخصص بصناعة الرسوم متحركة ثلاثية الأبعاد يعني عدد الأفلام ما بعد 2003 بالفترة اللي إحنا بدينا نتابع ونصنع عدد مو كبير ما وصل لـ 150 فيلم لكن جيد يعتبر جيد مقارنة بالدول القريبة العدد جيد أطول فيلم بيها وصل للعشرين دقيقة الحمد لله كان من صناعتي فيلم قلقامش العظيم عدي 24 فيلم شبه مكتمل أفلام قصيرة طبعاً فيلم الانيميشن يبدأ بحالة حال أي فيلم آخر يبدأ بكون فكرة تتحول هذه الفكرة إلى قصة ثم إلى سيناريو إحنا كصناع نحتاج إلى سيناريو أكثر دقة من سيناريو الفيلم الروايي لأنه عندنا صناعة دقيقة الانيميشن تحتاج لجهود كبيرة فيضمن السيناريو بالعادة إلى ما يشبه الديكوباج اللي يحدد لي حتى وقت اللقطة تقريباً يعني بعدها نبدأ بمرحلة الرسوم إذا كانت ثنائية أو ثلاثية الأبعاد حسب نوع العمل نبدأ بالبداية بصناعة الشخصية تكون ببداية سكيش تخطيط على ورق تخطيط بسيط نأسس من خلالها الفكرة فكرة الكاركتر بعدين نحولها إلى مجسم ثلاثي أبعاد بتخصص معين اللي اسمه 3D سكيلتينج يعني نحت الرقمي نحت الثلاثي الأبعاد يشبه النحت الواقعي بترميزها على الحواسيب أدوات تشبه الشفرة وأدوات تشبه أدوات الحفر وكذا يعني بعدين المرحلة الأخرى هي تلوين الشخصية وتشبيعها بإضافة الشعار والمتيريال الإكساء والتأثيرات الباقية بعدها ننسي البيئة اللي نحاكي بها واقع القصة أو السيناريو اللي توصلنا له بعدين نبدي نحرك اللي هي بالمراحل الأخيرة كصناعة صناعة أنيميشن نبدأ بتحريك اللقطات وتحريك الوجه وتعابير وحركات الفم إذا كان أكو نص حوار بعدين راح نرجع بدرجة تشبه درجة بصناعة الفيلم العادي اللي هي هو المونتاج والتلوين النهاي وإضافة الموسيقى وإضافة الـ VFX ومؤثرات الأخرى صناعة الأنيميشن بالعراق حتى التجارب اللي تعد على أنه هي قريبة من المحترفة تبقى بخانة أفلام الهوات أفلام ما مدعومة بشكل جيد بالغالب يعني فيلم الأنيميشن طويل يحتاج إلى أمكانيات كبيرة مادية ومعنوية يحتاج إلى أجهزة يجب أن تستورد من خارج العراق ما متوفرة ولا الدعم حتى هذه اللحظة توفر حتى ينصنع هيتش فيلم أكو مشروع ده نشتغل عليه من فترة مشروع فيلم طويل الأول من نوعه بتاريخ العراق السينمائي ممكن هذا العمل يحصل على دعم حكومي حصلنا على وعود جيدة من قبل جهات محترمة بالدولة العمل تجاري موجه للطفل بالشريحة اللي ما بين التسس سنوات إلى 12 سنة قصة تستعرض بها تاريخ العراق لكن الفيلم ما يصنف على أنه تاريخي تماما قصة حلوة وممتعة للأطفال وللكبار شنو اللي ممكن يوقف تصوير فيلم في هوليوود عاصفة رعدية مثلاً خلل بالمعدات ممثل يتعب كلها جائزة ولكن تتصورون مثلاً خلية نحل توقف التصوير ويحتاج شخص مختص يجي على مدعالج المشكلة ستيف داونز اللي يسمي نفسه بيكاسو إلى قصة حلوة مع هوليوود والنحل خلينا شوفها في مستخس IDs Universal Studios is a good example I go to Universal Studios at least a couple of times a week ثم يساين مررزة من هنا، لا يعرز إلى مررزة مررزة ولا يمكن استطاع مررزة فقط بيكاسو وفقنا أحسن مررزة ثم يأتي إلى هذه مشرورة هنا سنة معدية مررزة لتعطى مررزة لرفم مررزة وطعب جيدة لحبن مررزة وعندما يُنقرون يحوز أمزن الوزلي من هذه المكان إلى مكان واستمال نعم الزيدي فاينكزut لأن هناك بيهات هنا في المنزل ويجب أن يكون هناك بيهات في المنزل صحيح؟ هذا صحيح أنا مرحباً في رؤية بعض هذه بيهات هل تريديني؟ يجب أن تتحقق عندما يذهب إلى المنزل يتحقق المنزل يتحقق المنزل أعلموا الدرس عندما تشوفوا النحلة لا تكشوه بسبب المشاركة ما هي بيهات治ية؟ بيهات آل من نصبري لذا كنتواحن كل شيء ما يجبناهنا لدينا نحين لذلك يقصح كل ذلك لذا كنت نصبحت 90% من هذا المنزل هذا المنزل هذا الفيديو تجب بعض الصحيحة تقعي tackوا الأغنى ثم تحقق مختلفات صحيح؟ هؤالك الأغنى المجوعة أغنى المجوعة جيد بمناسبة أضراب الكتاب في هوليوود بسبب الذكاء الاصطناعي اللي ممكن ياخد دورهم في كتابة السيناريوهات سألنا الجمهور العراقي هل من الممكن أن الذكاء الاصطناعي ياخد أدوار السيناريست في كتابة النصوص أعتقد الذكاء الاصطناعي يقدر يكتب فيلم كامل لأنه إذا سيلا على أشياء الكونية رح يجاوبك عليها وأنت ما تعرف جوابها شنو فمو في شي صعب علي الفيلم أو يكتب سيناريو لك الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد بس ما يقدر يكتب سيناريوه كامل لأنه يتوقع الفكرة إما الكاتب والمخرجة وهي شي مو بسهولة يحتاج العقل البشري فإن العقل هو يمشي الطريقة الصحيحة يمشي أي ممكن لأنه هسا بجريد أشوف أنه حتى صوت المطربين يقدر يخليه غني لغنية أصلاً هو ما مغنيها أكيد طبعاً شي أكيد لأنه سهواء يكون شباب يستعملون الذكاء الاصطناعي ويطورون من مهنتهم ومن تفكيرهم به أكيد من الممكن أنه راح يتطور الذكاء الاصطناعي وصل لأنه يكتب سيناريو لفيلم كامل لأنه هو يعني شبكة شبيرة متكونة من هواي معلومات يعاد يقدر سأكواء العاب الإلكترونية حالياً يقل 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 تسمع الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي يقدر يسوي أفلام مو فيلم كامل كل أسبوع هناك خمس أفلام جديدة وصلت إلى التوف 5 في شباك التذاكر بعض من عدها حافظت على مستوى بعض من عدها نزلت بعض من عدها صعدت دعونا نرى ما هي الأفلام التي وصلت إلى أعلى إيرادات هذا الأسبوع في المركز الخامس فيلم أنيميشن جديد بعنوان محققاً حوالي عشرة ملايين ومائتين وستة وثمانين ألف دولار في أول أسبوع له يتبع الفيلم الكلب ريجي في مغامرات انتقامه من صاحبه الذي ألقى به إلى الشارع وتراجع فيلم تينيج موتانت نينجا تيرلز موتانت ميهم إلى المركز الرابع وقد حقق 118 مليون دولار الفيلم يتبع الأخوة السلاحف في سعيهم لكسب محبة مدينة نيويورك بينما يواجهون جيشاً من المسوك وإلى المركز الثالث تراجع الوثائقي أوكنهايمر من المركز الثاني محققاً حوالي 800 مليون دولار ويحكي قصة مخترع القنبلة الثرية وتراجع فيلم باربي إلى المركز الثاني بعد أربعة أسابيع من استئثاره بالمركز الأول محققاً مليار و 279 مليون دولار في الفيلم تمر باربي بأزمة تجعلها تتساءل عن وجودها والعالم وفي المركز الأول تصدر فيلم الأبطال الخارقين الجديد بلو بيتل محققاً أكثر من 43 مليون دولار في إطار من المغامرات والخيال العلمي يعثر مراهق مكسيكي على خنفساء فضائية تمنحه درعاً يكسبه قدرات خارقة وهكذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع راسلونا على مواقع التواصل الاجتماعي آراءكم، اقتراحاتكم وشو تحبون تشوفون بالحلقة الجاية شكراً جزيلاً وإلى اللقاء